ارتفعت الهجمات ضد المسلمين في فرنسا في العام 2020 بنسبة تزيد عن 52% بحسب تقرير للجنة حكومية وأصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومية تقريراً قالت فيه أن نتائج استطلاع للرأي بين الفرنسيين أظهرت أن 59% منهم يعتبرون الإسلام كتهديد للهوية الفرنسية شاهدين للمزيد ورحب بضيفي عبر سكايب دكتور عمر المرابط الناشط في الجالية الإسلامية في فرنسا ورحبك دكتور عمر ما هي العوامل والمؤثرات التي أدت إلى زيادة هذه الهجمات العنصرية ضد المسلمين في فرنسا شكراً أستاذ زيادة على الاستضافة يمكن أن نقول أن هذه زيادة في هذه النسبة أولاً تأتي في خضم الحجر الصحي وفي خضم أزمة الكوفيد وبالتالي فهي لا تعبر عن حقيقة الواقع المعيش الذي يعيشه مسلم فرنسا منذ أكثر من عامين ومع تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرو أصبح الصباق حالياً بين السياسي الفرنسيين حول من يستهدف أكثر المسلمين وبالتالي فهي نتيجة طبيعية لهذا الاستهداف هي نتيجة طبيعية لوسم المسلمين بالإرهاب وبقرب من الإرهاب وبالتالي يمكن أن نقول بأن المسلمين في فرنسا أصبحوا الآن كما يقال باللغة الفرنسية قد توقيني رأس التركي الذي يضرب والذي يستهدفه كل السياسيين هنا في فرنسا للوصول لهم نحن كنا في مرحلة انتخابية اختتمت منذ حوالي شهر ونحن مقبلون على الانتخابات الرئاسية والتشريعية العام المقبل وبالتالي السياسيون الفرنسيون يستهدفون المسلمين لأنهم يظنون أنهم بذلك سيتقوون وسيحصلون على أصوات اليمين المتطرف ويقال بأن هذا اليمين المتطرف هو الذي سيحكم انتخابات المقبلة إذن نحن الآن في مرحلة جد حرجة بالنسبة للمسلمين وهذا الاستهداف يزيد من المشاكل التي يعيشها المسلمون كتبت مقالة حول فرنسا والتوجه العرقي والمنطق المتقاطع المنطق المتقاطع وذلك المنطق والمفهوم الذي يقول بأن بعض الفئات من الشعب علاوة على أنها مستضعفة من حيث الدين ومن حيث الجنس ومن حيث ربما الإثنية يزيد ذلك يزيد الاستهداف التي تعرفه الآن خاصة ونحن نعرف بأن الإعلام الفرنسي المتطرف كل يوم يستهدف المسلمين نظرا لأسباب سياسوية وشعبوية ونحن نعرف بأن السياسين هنا في فرنسا يزدادون يمينية كل يوم ونراه كذلك في وسائل الإعلام الفرنسي نعم يعني 59% من الفرنسيين يعتبرون الإسلام كتهديد للهوية الفرنسية نسبة مخيفة مرعبة حقيقة يعني ما الذي أدى إلى تشكيل هذا الوعي الجمعي لدى أغلبية الفرنسيين ليعتبروا الإسلام تهديدا لهويتهم ما الذي رأوه من الإسلام أو من المسلمين أولا لا بد أن نلاحظ أن هذه النسبة انخفضت في العام 2019 كانت 82% فربما انخفضت بثلاث نقاط لكن هذا يدل على أن العمصورية وأن السداف المسلمين أصيل في بين المجتمع الفرنسي فالأحداث الإرهابية ربما تشكل أكبر عائق كي يتحسن وضع المسلمين هنا في فرنسا لكن هناك قصود نمطية تزداد يوماً با يوم تزداد لأن الضواحي تزداد المعيشة فيها سوءاً وهناك ما يسميه الرئيس الفرنسي الانفصالي الإسلاموي وهذا الاستهداف قصده سياسوي لكن يحقق نتائج ويجعل من المسلمين كبشة الفداء وهذا ما نراه كل يوم لكن في نفس الوقت يمكن أن نحمل جزءاً صغيراً من المسلمين هذه المسؤولية بسبب ما يقع من أعمال تخريبية أو غير ذلك في الضواحي وعند بعض المظاهرات ولكن يمكن أن نقول بأن فرنسا أصبحت من الدول التي كانت تتشدق ربما بديمقراطيتها من قبل لكن الآن أصبحت أكثر يمينية وترى في كل ما يعبر عن تدير المسلمين وكأنه تطرف ونحن رأينا ذلك في إخابات الأخيرة وسنراه لأن علمانية فرنسا أصبحت علمانية متطرفة علمانية فرنسا التي كانت علمانية محايدة تجاهها جميل أديان أصبحت علمانية وتستهدف الدين الإسلامي وتجعل كل مظهر للتدين الإسلامي هو إسلامي أو إسلاموي كما يقول العديد من الفرنسيين وهذا جعل المجتمع الفرنسي يعتقد بأن هذا التدين إنما هو تدين وإنما هو الهدف منه هو الاستبدال الكبير الذي سيجعل فرنسا مسلمة ربما بعد عقود وهذا الشعاع يرفعه العديد من السياسيين الفرنسيين هنا في فرنسا وللأسف أن العديد من الفرنسيين الأصليين يعتقدون بصحة ذلك شكرا لك دكتور عمر المرابط الناشط في الجالية الإسلامية في فرنسا